اشتركوا في القناة ما يعمل هذه الدول اذا على ادراج تدريب في برامجها وستراتيجيتها وليبقى التدريب اجراءا اداريا فحسب ام انه مفتاح كل اصلاح وما هو تأثير التدريب على اخلاقيات المهنة وعلى قدرة الموظفين على مواجهة التغيرات والاصلاحات الهيكلية وهل يمكن للتدريب ان يكون رافعة للتنمية الاقتصادية واخيرا اين نحن من شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية للحديث عن هذه المواضيع وغيرها يسعدني ان اصدفى هنا في الاسوديو كل من السيدة لمياء مبيض ابساط مديرة معهد باسر في ليحان المالي والاقتصادي في لبنان اهلا ومرحبا بك سيدتي وايضا السيد فارس فاروق العبيد مستشار الامين العام للمجلس الاعلى الكويتي لتخطيط والتنمية اهلا ومرحبا بك وسيد احمد العمومري مدير الدراسات والتواصل والتعاون بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة بالمملكة المغربية اهلا ومرحبا بك سيدتي ايضا ابدأ معك سيدة لميا انتك بقية الضيوف حضرتي هنا الى باريس لحضور مؤتمر او نسخة الخامسة من هذا المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة اديتيف الفرنسية العمومية حول دور التكوين في الاعمار واعادة الاعمار يعني الدول المالحة بما فيها المؤسسات الدولية يعني تؤيد تكوين والاطر كما يقال في المغرب وسنتحدث مع السيد العمومري بعد ذلك تدريب الاطارات كرافع لتلمياء الاقتصادية وايضا لمواكبة التطورات ورهانات الجديدة التي تمر بها هذه الدول التي خرجت من الازمة او تعيش في مرحلة اعادة الاعمار في لبنان كيف تعملون على ادخال هذا النوع من التدريب الاطر في برامجكم وستراتيجياتكم في الدولة سعيح شكرا خالد الحقيقة ان المؤتمر اللي نظمته وكالة التعاون التقني في وزارة المال الفرنسية اديتاف كان من انجح المؤتمرات اللي نظمت في هذا الموضوع هو التعاون من اجل بناء مؤسسات الدولة وهذا الامر بالنسبة لنا يعني في القطاع العام وخاصة في البلدان التي تعرض يعني الى حروب ويعني متغيرات امنية والسياسية مهم جدا لماذا لماذا لان الدولة هي بالنهاية نقطة الالتقاء والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي دوما وخاصة في البلدان المعرضة نحن نستثمر في لبنان في العنصر البشري كما تعلمون بشكل كبير ونعطي اهمية كبيرة للتعليم واستويات العلم يعني هي من اهم والاستثمار يعتبر استثمار حتى مجتمعي لكن التدريب تدريب الكوادر او ما بعد التعلم يعني عندما نصبح موظفين ليس بشكل هو يأتي بشكل اوتوماتيكي وفعلا دولنا بحاجة الى سياسات اكثر حداسة في تحضير الكوادر سميتها القطر حضرتك نحن منسميها كوادر كوادر القيادة العامة كما تعرف ولدان الاو اي سي دي تعتبر انه 45% من اقتصادها هو في القطاع العام وبالتالي تحديث وزيادة فعالية العنصر البشري في القطاع العام اساسي للاقتصاد وللمجتمع نحن في بلدان ايضا القطاع العام يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد وفي لبنان كذلك لذلك هذا الاستثمار ضروري نعم هذا فيما يتعلق ربما بلبنان فيما يتعلق بتدريب الكوادر سيد العمومة انت تأثين من المملكة المغربية التي دخلت ربما في اوراج اصلاح كبيرة تتعلق بالإدارة العمومية بالقضاء وبغيرها من القطاعات ما هو واقع الحالة الآن في المملكة المغربية هل قطعتم أشواطا في هذا المجال في مجال تدريب الأطر تحديث الإدارة المغربية حتى تواكب هذه التغيرات التي تحيط بالمملكة المغربية سواء كانت إقليمية أم دولية أولا نشكركم على الدعوة على الهتمام بهذا الموضوع أن الموضوع من بين أولويات المغرب هي التكوين والتدريب كواضره والتدريب أطره المغربية بشكل عام كما تعرفون فالمغرب له ثروته وثروته تتجلى في رأس ماله البشري تتجلى في كفاءة أبنائه إذن ليس لنا إلا أن نستطمر أكثر في مجال التدريب في مجال دعم قدرات الموضفين بشكل عام لماذا هذا الاستثمار؟ هذا الاستثمار أصبح ملحا بعد الدستور الجديد لسنة 2011 والذي يحددها المجموعة من المبادئ المساواة معناها أن هناك إرادة هذه المبادئ فيما يخص المساواة فيما يخص المرفق العام فيما يخص دراسة حاجية المواطنين بشكل عام لأصبحت ملحا لأن المواطنين حاليا يطالبون أكثر بالشفافية يطالبون بالنزاهة في الإدارة يطالبون بحقهم في التكوين لذا اختار المغرب من بين أولوياته وضع استراتيجية في التكوين سنتحدث عليها فيما بعد نعم شكرا لك سيد العمومري سيد فارس فاروق لعبي تأتينا أنت من الكويت الكويت الذي يعرفه الجميع في الدول العربية يعيش على وقع ربما انفتاح ديمقراطي انفتاح سياسي كبير مقارنة بدول الخليج الأخرى يعني كيف أنتم تواكبون تكوين الأطر كما يقال في المملكة المغربية أو تدريب الإطارات إن شئت في الكويت هل هناك استراتيجية واضحة المعالم هل هناك هل أتت هذه الاستراتيجية أكلها أم أنتم ما زلتم في بداية الطريق أشكرك على دعوتك أول شيء بالبداية طبعا مثل ما أنت عارف أخوي التغيير أصعب شيء بالتدريب التدريب أساس تدريب كوادر وطنية أساس تنمية إحنا كأمان العام المجلس على التغيير التنمية صالنا تقريبا خمس إلى عشر سنين قاعد نشتغل مع شراكة عالمية نجدد ونفعل اتفاقيات دولية مع بنك دولي مع صندوق النقد لتدريب كوادر وطنية بس مثل ما أنت عارف الميزانية موجودة بالخليج بالذات بالكويت بس مش كافي أنك تدرب الكوادر وطنية أهم شيء أنك تدربهم وتنقل الخبرة حق زملائك بالمؤسسة نفسها فإحنا نواجه صعوبة مو بس بالتدريب ولا بالميزانية بس طبعا البوست إبالويش تنعقوا بالتدريب هل في نقل خبرة حقيقية أو لا نعم ولكن هل تعانون كباقي دول الخليج من نقص في هذه الكوادر هل تستعملون أو هذه الموارد المادية التي هي كبيرة مقارنة بربما المغرب العربي بلبنان بدول أخرى هل تستعملون هذه الموارد المالية في تدريب كوادر أجنبية في جلب العمال الأجنبية أم لا عندنا موارد بشرية يعني كافية بس طبعا ما قلت لك فيه صعوبة في التغيير طبعا محتاجين بس دعم مادي محتاجين دعم معلوي محتاجين يعرفون شلو خطة العمل وخطة الترقيات في المستقبل بعد فهذا أكبر مشكلة نقع نواجهها هاليا نعم هذا ربما من بين الصعوبات سنتطرق أيضا إلى بعض الصعوبات التي تواجه بعض الدول الأخرى فيما يتعلق بالبيروقراطية في الإدارات العمومية في الوزارات وغيرها وهذا ربما اللغة الكبيرة الذي يدور حول هذا الموضوع في لبنان يعني تحدثي قبل قليل عن الأمور السياسية عن ربما حتى الدينية عن هذا الجدل الذي باتت تعيشه تونس منذ أو لبنان عفوا منذ يعني سنوات برأيك هذا تكوين تكوين الكوادر خاصة في الإدارات العامة في الوزارات يثق الكاهل الدولة بشكل كبير ولكن برأيك هل يؤثر على أخلاقيات المهنة في هذا النوع من الدول كلبنان أم لا؟ طبعا لأنه نحن عندما ندرب ومعهدنا يعني معهد باس الفلاحة المال والاقتصادي هو من المدارس أو المعاهد الأكثر انتاجية في هذا الموضوع بالذات والأكثر فاعلية في لبنان عندما ندرب لا ندرب فقط على كيف يعمل الموازف أو كيف يجب أن يحسن أداءه ندربه على كيف يفكر كيف يتصرف وعلى المحافظة على قيم الخدمة العامة وهيدي القيم ببلداننا بحاجة دائما إلى نوع من يعني كل الوقت نقدر نضلنا نعطي فيها أكسجين لأنه من وقت لوقت الظروف الصعبة والتدخلات السياسية والتغييرات ممكن أن تجعل من مفهوم الخدمة العامة يتضاءل في جميع البلدان اللي مثل حالة لبنان والبلدان اللي معرضة الالتزام على المدى الطويل بتدريب الموظف العام كشخص ولا إحداث تغيير مؤسسي من وراء الشخص أساسي لاستمرار الدولة الدولة هي للضعيف قبل القوي في بلداننا وهذا ما نعتقده في صلب مهمنا وقيام عمالنا نحن كمسؤولين عن معاهد التدريب نعم سيد العمومري سمعت لما قالته السيدة لمياء أمبيبسات فيما يتعلق بتأثير تكوين الأطور على السير العادي للإدارات العامة وللدولة بشكل عامة على المدين البعيد والمتوسط ما هو وقع الحال في المملكة المغربية لا يحد يؤثر هذا التدريب تدريب الإطارات على السير العادي للإدارات العمومية المملكة بخير الحمد لله هناك إصلاحات يباشرها المغرب كما جاء في مدخلكم إصلاحات جدرية إصلاحات من أجل تحسين عيش المواطن بشكل عام من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة في هذا الإطار تدخل استراتيجية التكوين استراتيجية الموارد البشرية بالمملكة المغربية فهذه الاستراتيجية التي تم إعدادها منذ سنة 2009 بالمغرب استراتيجية للتكوين لموظف الدولة تدخل في إطار استراتيجية عامة لتدعيم وتطوير الموارد البشرية بالمغرب معناه سبق أن المغرب أعد مجموعة من البرامج ابتداء من 2000 وجوج حول التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات ومعناه هذا هي تحديد المهام التي يقومون بها كل الموظفين بالمرفق العام وكذلك هي كيف نحن مطالبون بمصاحبتهم لتأدية الخدمة العامة بجودة أحسن لأن الإدارة بالمغرب أو بمجموعة من الدول كانت عربية أو دول أجنبية الإدارة الآن أصبحت مركز لا تلبي طلبات المواطنين المواطن الآن بحاجة إلى شفافية بحاجة إلى خدمة في الوقت إذن على الإدارة أن تطور مسالكها على الإدارة أن تطور مصاطرها الإدارية على الإدارة أن تبسط من إجراءاتها الإدارة على الإدارة أن تنفتح أكثر هذا ربما ما يتوجب على الإدارة ولكن هل هو واقع الحالة؟ هل هو مطبق أمنا؟ ولكن سنعود للحديث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذا البرنامج ولكن أريد أن أتحدث معك سيلا مومير على موضوع على قدر كابيرم الأهمية يتعلق بهذه الأحداث المتسارعة التي تمر بها الدول العربية وحتى الدول الأوروبية يعني تدريب الإطارات في المملكة المغربية هل يستجيب وهل يتماجع هذا التطور الهائل لما يحدث سواء كان إقليميا أم دوليا؟ بالفعل أنا كما قلت هناك طلبات ملحة من طرف المواطنة إذن على الإدارة أن تراجع سياستها على الإدارة أن تراجع فلسفتها ولو في التدريب بالفعل التدريب أو التكوين الذي نظم كان بكل الدول العربية ومما فيهما المغرب أصبح متجاوزا إذن علينا أن نفكر في فلسفة جديدة كيف نضع إسرات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مش فقط الموظف ولكن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات السياسية التي أخذها المغرب تأخذ بعين الاعتبار المصالح المواطنين لأن المواطن يطلب إدارة خدومة أو يطلب مرفق عام خدوم يخدموا مصالحه إذن علينا مراجعة فلسفتنا علينا مراجعة طريقة آدائنا علينا مراجعة طريقة آداء معاهدنا للتكوين إذن في المغرب هناك إصلاح في قيدة الإعداد لمراجعة هذه استراتيجية تتكوين لمراجعة معاهدنا نعطيك مثلا في المغرب كان لدينا معهدين كانت المعهد العالي للإدارة وعندنا المدرسة الوطنية للإدارة الآن نحن بصدد دمج هذه المدرستين لكي نحصل على مدرسة عليا تخدومة تكون لنا أطر أكفاء أطر إصلاحونا للمجتمع إصلاحونا لتلبية أو لإعداد السياسة وتلبية مصالح مواطنين نعم إذن مسألة تدريب الإطارة ودورها في ربما إزداء خدمة على مسؤول المواطنين سنتحدث عنها أيضا في الجزء الثاني ولكن قبل ذلك في الكويت ما هو واقع الحال فيما يتعلق بما أشار إليه سيد العمومري في تلبية حاجات المواطنين هل التكوين وتدريب الإطارات يساعد في تقديم خدمات إدارية للمواطنين على الشكل السليم ويساهم أيضا في التنمية الاقتصادية أم أن الأمور ما زالت في البداية كما قلنا قبل قليل طبعا أخوي ما في شك التفق معامل بالمئة نحن نتكلم عن مؤسسة اللي أشتغل فيها اللي هو الأمان العامل المجلس على التقديم التنمية عندنا أقطاع كامل يختص بالتدريب الكوادر الوطنية عندنا بلا أمانة طبعا عندنا الشريك استراتيجي اللي هو المعهل العربي التقديم التنمية بدولة الكويت هم يساعدنا لدعم الكوادر الوطنية بالتدريب تقريبا خلال السنتين دربنا أربعة ألاف كوادر وطنية عند ننم الكويت هم غير تشذي دولة الكويت خلال الخمس سنين أسست كمبادرة شخصية اللي هو مركز المالي التجاري اللي هو S.E.F مع الشريك عالمي اللي هو صندوق النقد الدولي لتدريب كوادر خليجية ومن دول الشرق الأوسط طبعا الدورات بشكل سبوعي ويجبون خبرة من الأو إي سي دي من أمريكا ومن الضبط وبشكل دوري على طول الدورات ونصدفهم بدولة الكويت طبعا الجزء الثالث اللي هو الاتفاقية السنوية مع دول أخرى عندنا نتفاقية مع دولة يابان لنقل خبرات مع الخبر اليابانيين حاليا عندنا خبيرين من اليابان عندنا بالمؤسسة قاعد يساعدونا بالخطة التنمية وينقل خبرات بعملهم نعم هذه الدورات التكوينية والتدريبية لأطور الدولة هل لها ربما عكاسات إيجابية فورية على الاقتصاد الكويتي وعلى الإدارة العامة في الكويت أم ربما ليس الأمر كما هو عليها طبعا فورية توقع صعبة مثل ما تكلمنا التغيير بالإنسان جدا صعب يبي له وقت بس ممكن أقول أن التغيير أورغانيك يبي له وقت ياخذ بفترة في تأثير إيجابي الحمد لله بس على مدى طويل كيف سيبين إن شاء الله نعم إذن على المدى البعيد أشكرك جزيلا شكر سيد فارس فاروق العبيد مستشار الأمين العامي المجلس على الكويتي لتخطيط والتنمية ابقوا معنا وابقوا معنا أنتم أيضا لمتابعة الجزء الثاني من هذا البرنامج برنامج الأسبوع الاقتصادي ألقاكم مشاهدين بعد قليل في الجزء الثاني من هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن تدريب الكوادر في الدول العربية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية في هذه الدول وعلاقة أيضا الدول المانحة في إطار تحديث الإدارة والوظيفة العمومية في الدول العربية والإفريقية فابقوا معنا